بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدى النهار دا يوم مليان بالنور والبركة والرحمة مليان بالخير لان دا يوم استلحنا على ان احنا نكرم فيه اجمل من فينا اللي هي مين اجمل من فينا اللي هي كانت سبب من اسباب وجودنا اللي هي في الحقيقة ربنا اودع فيها علامة ووضع فيها امارة وهي امارة الرحمة الام الحمد لله على نعمة الام الحمد لله على ايام الله الحمد لله على ان ربنا جعل المرأة رمز للرحمة والخير والجمال ونسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا دايما نعيش في هذا النور وهذه البركة ونستمر دايما بندخل على الله سبحانه وتعالى من ابواب الامهات اللي بتفتح علينا ابواب الرحمة والخير والجمال زي ما بنفضل في بطنها نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة ثلاث مراحل في الرحم بتخلينا نخرج للحياة واحنا مليانين بالقيم فالحمد لله على نعمة الامهات والحمد لله على نعمة ان الله سبحانه وتعالى جعلها محل لهذه القيم التلاتة الكبرى احنا بقى خلاص رمضان على الابواب وكل ما رمضان بيجي بتيجي معاه شوية توتر عند الاهالي احنا خلاص متفقين ان يوم الاتنين بيبقى يوم يلا نبني نبني اعظم حاجة الله سبحانه وتعالى من نبيع على الارض وهو الانسان فبنعمل ايه فبنتكلم على نبني وكل ما يجي رمضان كل ما الاهالي بيتوتروا بيتوتروا ليه لان احنا بنشوف نفسنا عايزين اولادنا يعيشوا معانا اجواء رمضان ويعيشوا معانا حياة رمضان ويمارسوا معانا العبادات في رمضان فيبقى عندنا ضغط الزيادة على الاولاد عشان يوموا بالعبادات ونبقى بنحاول نعلم اولادنا الصيام وقراءة القرآن والقيام بدري بدري وده شيء محدش شك انه هو شيء من اجمل ما يكون بلا هو فيها نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاة لسبع فيه نصيحة لكن فيه اباء بقى بيحبوا يجودوا يجودوا على كلام حضرة النبي فانتقلوا من مسألة علموا اولادكم الصلاة لسبع الى اجبروا اولادكم على الصلاة لسبع فيعملوا ايه فيجبروا الاولاد على الصيام بدري قبل البلوغ بوقت كبير هو ده وحش؟ لا هو مش مسألة انه هو ده وحش احنا دلوقتي بنتكلم على الإجبار الإجبار على العبادة جميل ان احنا ندرب أولادنا وهم صغيرين على العبادات في رمضان شوف انا بتكلم احنا دلوقتي كأننا في التربية بالضبط احنا في التربية احنا بنتستخدم كأننا بنتستخدم مشرة جراح لان احنا معادتنا ان احنا مش متأهلين للتربية ساعات بناخد الحاجات فنعممها فلما نيجي نقول لحد ما تجبرش يبقى هو هياخد اننا معلمش لا انا بقولك حاجة تانية احنا نتكلم على الإجبار وخطر الإجبار على العبادات وخاصة ان احنا ندخلين على رمضان رمضان زي الصيام لابد ان احنا نتدرب فيه ولكن لازم نراعي فيه طاقة الأولاد وحالتهم البدنية وحالتهم الصحية وده بيكون بتدرج ولكن السؤال هل اجبرنا لأولادنا على العبادات هيفتح قلوبهم على الله سبحانه وتعالى فيقبلوا ان هم يعملوا العبادة دي وهم قلبهم سعيد ومقبل على الله فيه اهلي بقى بيزودوا المسألة ويجودوا زيادة كمان زيادة عن الإجبار ففيه اهلي بيستخدموا اسلوب عشان تدفع أولادها للعبادة وخاصة في رمضان اللي هو مليان بالنفحات يستخدموا اسلوب التخويف انك لو ما صمتش خسرت دينك وربنا هيزعل منك ويعزبك او الله بيقولوا لأولاد كده طب عشان بس اسبتلكم ده فاكرين كان عندنا ونية شعبية موجودة في الطرقات وفي الشوارع بتقول ايه كان الأولاد هم اللي بيغنوها بيقولوا ايه يا فاطر رمضان يا خاسر دينك لو قدت السودة تقطع مصارينك أولاد صغيرين بيقولوا الكلام ده انا موافق ان هم يكونوا بيقولوا الكلام ده للفاطر من الكبار لكن لو كانوا بيقولوها البعض ده يبقى ايه ده ده يبقى اسلوب من التنمر واسلوب من الرعب واسلوب من الرعب ومن العبادة ان انت لو ما عملتش العبادة هيحصل لك هذا التمثيل ده اغنية مليئة بالتمثيل واحد حد بيمثل بحد ان القطة السودة اللي هي كانت رمز للرعب والخوف هتيجي تمثل بجوستك فالاسلوب ده هو اسلوب ما ينفعش فيما يتعلق بالعبادة اسلوب التوبيخ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيربي الناس كده خالص ابدا حضرة النبي ما يستخدمش ده فيستخدم اسلوب التوبيخ انت بني ادم انت ما بتصومش انت انسان انت هتبقى بتحب ربنا امت لو ما صومتش او يقنبه ايه اللي حاصل ما صلتش القيام انت ما صلتش القيام وقعد تلعب كرة هو فيه بني ادم كده بيحب ربنا يسيب سلطة القيام ويلعب القوة على فكرة ده منطق ممكن تستخدمه مع واحد كبير وهو ده كمان ما بينفعش مع الكبار ما بينفعش مع الكبار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان منكم لمنفرين منفرين بينفروا الناس والتنفير ده مش لازم من الكبار وممكن يكون للصغيرين في اسلوب تالت بقى اسوأ من اسلوب انت التهديد بقى لو ما نزلتش تصلي المسألة قضية قضيتي انت لو ما نزلتش تصلي معايا فما فيش تابلت وما فيش خروج وما فيش فيبقى العبادة جاي علي بايه جاي علي بالمنع والخسارة والأذى وده نوع من أنواع اللي بتزعز العاطفي يا اخي فلو ما نزلتش يصلي التراويح مثلا تزعل منه وما تكلمهوش طبعا عارف بعض الأباء يقول لي طبعا انتوا كده ضيعتونا كل الأساديب دي ومين قالي ان الأساديب دي كلها صح أصلا في التربية أو اسلوب التعنيف لو الولد فطريوم مثلا وهو لسه ما بلغش في أهالي ممكن تضربوا قسوة وفاكرة ان ده من الدين وفاكرة ان هو ده الضرب على الصلاة لا غلط مش هو ده مش ده الجلد ولا التشويه النفسي ده مش هو ده وفي بعض الأباء بيستخدموا أساديب تانية عشان يشجعوا أولادهم على العباد في رمضان زي اسلوب الحس لزيادة الرصيد ده كمان لأ فيقولوا أولادهم صوم أو صلي مثلا عشان يبقى عندك جبال من الحسنات طبعا انا بقول كده في واحد بيقول لي طب ما ده حلو يا مولانا يعني ما ما يقول له كده آه بس ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف أنه أنت يا جلعا عظيم يبقى إيه اللي حصل ابتغاء مرضات الله يبقى لازم الولد يبقى ربنا هو اللي حاضر في قلبه لأن ربنا لما يبقى حاضر في قلبه وهعارف أن ربنا واسع يبقى هو بيتعامل مع العبادة بتعامل بوسع مش يتعامل بضيق ولا يتعامل بأرقامه ومش شايفها لكن احنا عندنا أصل مهم جدا في العبادة إن العبادة ليست طلبا للرصيد ولكن رجاء أن يقبلنا الله في ساحة العبيد لما تيجي تقول لابنك كده احنا بنعبد ربنا عشان الله تعالى عشان نبقى عبيد فلما نبقى عبيد إيه اللي حاصل يبقى ربنا متولي أمرنا كله مش أنت بتحب أن انت لما تيجي تعمل حاجة تلاقي حد بيساعدك تلاقي حد بيونسك تلاقي حد ما تحسش أن انت لوحدك أبدا تلاقي حد تحس أنه هو بيحبك وبيعمل لك كل اللي يخليك سعيد في حياتك أو ده ربنا سبحانه وتعالى اللي عملولك أليس الله بكافر عبدة إيه ده يعني أنا عشان حصل ده كله أبا إيه أبا عبد لله بعض الناس يقولوا مش هنقدر نقول لأولادنا الكلام ده الأولاد بيحبوا حاجة إيه بيحبوا حاجة بيشوفوها بالعين بيلمسوها بالإيد ما أنت هتكلموا عن أن الأكل والشرب والعيشة واللي عيشنا كل ده اللي عملوله ربنا مش أنت اللي عملوله آه ما أنت خايف أن أنت تخسن من رصيدك وتحط في رصيد ربنا آه ده شيء سيء ده أنت لما تعلق ولدك بالله هو مش هينسى ده طول الحياة أسلوب الحس بالرضى عن النفس كمان لو الولد صم مثلا فنقول له أنت أشتر ولد في الدنيا عشان كملت صيامك يلا بقى سقف تسقيفة كبيرة لنفسك ليه كده بنعمل كده تما الولد ده تل إيجو بتاعه هيكبر وهيبقى هيبقى هالك عبدو الدينارة هالك عبدو الخميصة هالك عبدو الإيجو إحنا بني عبد ربنا مش بنعمد مين مش بنعمد نفسنا فلازم نربي أولادنا أن العبادة لم تشرع عشان ترضى عن نفسك ولكن عشان تتعلق بالرضى ربنا فلما نعبد ربنا نحمده على العون نحمده على التوفيق نحمده أنه هو أخذ بأيدينا سبحانه وتعالى إيه اللي يخلينا نعمل كده إن احنا نحس إن دي مش شطرة مننا ولكن ده جمال من ربنا ودي من ربنا أحس كده إن أنا لما بعمل كده طيب لما حس إن ربنا سبحانه وتعالى بيعني أنا أبدا ما كسلش عن عبادة لأن أنا لما رب الولد على كده الولد يحس بإيه إيه ده مدام أنا ربنا هو اللي وفقني يبقى هو يوفقني في أي وقت فهتعلم الولد المصابرة والصبر ويتعلم الأمل ويتعلم إنه هو ما يستجبش الكسل يبقى ده أسلوب الحس لتحقيق الأمنيات كمان عايبقى خطر إن انت تقوله إيه يالله يسوم بقى يا حبيبي عشان إيه ربنا حقال كل اللي في نفسك وعشان تنجح فيكبر الولد ويتعمل مع ربنا على إن ربنا محقق الأمان فيتعامل مع الإله التاجر فيزعم من ربنا لو إنه هو ما حقالوش اللي هو عايزه كل الأساليب دي بتنفخ الأنا بتنفخ الأنا وإن اللي حصل وتزب ماذا العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله وبتزود العنات والتمرد جوه أولادنا وتخلي نفسه معشة واستخدمها بكسرة يجفف جزور القيم جوانا وتخلي علاقة الأولاد مع ربهم تتبني على وهم الإله المتربص أو الإله التاجر أو إله محقق الأمان مش على حقيقة إن ربنا بيحبهم وإن ربنا اللطيف فيهم وإن العبادات كؤوس للوصال أنا ممكن أقول لكده آه أقول للولد إن أنت لما هتعبد ربنا هتجد وصل بالله سبحانه وتعالى هتجد الدنيا واسعة واسعة فيها إيه فيها حب الله وفيها العيش مع الله مش أنت بتحس إن أنت لما إحنا نكون مبسوطين مع بعض بتحس بسعادة آه أنت كمال لما تكون بتعبد ربنا هتحس إن الدنيا واسعة طب إزاي نحب أولادنا نحب بأولادنا في العبادة في رمضان أول حاجة تعالوا نقول حاجة مهمة جدا جدا عشان نحب بهم في العبادة أنا أقول لكم سر في تحبيب أولادنا في العبادة في أي حاجة سواء في رمضان أو غيره فيه مدخلين مهمين جدا أول حاجة المدخل الأولاني كلموه مع الرسول الله خليهم يحبوا رسول الله لما الأولاد يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين إيه لا يحصل يحبوا إنهم يبقوا زيه يحبوا شكله يحبوا ملامحه يحبوا إنهم لو عملوا كده إنه هو عايش فوق وهو بيبتسم لهم خليهم يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلموه مع جماله كلموه مع أخلاقه كلموه مع ساعة قلبه كلموه مع ديه وكان معدن للأخلاق والكرم والجمال وإزاي رمضان كان عند حدث النبي ده بيزيد فيه أخلاق وجمال وبيزيد فيه كرمه وبيزيد فيه محبته للناس فالأولاد يعرفوا من ليه الناس كده فرحانين في رمضان وفرحانين برمضان فيبع عندهم ارتباط شرطي الناس فرحانة في رمضان زي ما رسول الله كان بيفرح برمضان فبيفرح برمضان ليه؟ عشان الأكل والشرب والحاجات واللعب والفوانيس لا ممكن ده كله يفرح برضه بس دي أدوات بتكشف على اللي في القلوب ايه اللي في القلوب؟ حب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم ده أبي وأمي صلى الله وسلم يبقى أول حاجة نربع أولادنا على القيم وأسأل طريق إن احنا ربيهم على القيم وإيه؟ إن هم يحبوا رسول الله صلى الله وسلم خليهم يحبوا رسول الله ويعرفوا إن رمضان دي هدية من ربنا بيتودد إلينا بيتودد إلينا ليه؟ كرامة اللي حضرت النبي ونسمع ونسمعهم حديث إن رسول الله روى على رب العزة بإنه أهل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فيعرفوا إن رمضان هدية فيفرحوا بهدية ربنا ويسألونه هوا الهدية دي فيها إيه؟ الهدية فيها قرب من ربنا فأنا لما بقى ريب من ربنا إيه اللي حاصل؟ أطمئن ومخافش لما بقى ريب من ربنا يعني إيه؟ أحس إن أنا بكرة يبقى أحلى لما بقى ريب من ربنا يعني إيه؟ أحس بالوسع لما بقى ريب من ربنا أحس إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ودايما معايا تاني حاجة حضرت نبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا إن إحنا نعيش إزاي بالنمازج فاكرين مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له وسائر الأعضاء بالحمة والسهل فبيعلمنا إن إحنا زي الجسد نموذجه حضرت نبي كان بيعلمنا إن إحنا نعيش بالنمازج من النمازج دي نموذج الطائر حضرت نبي قال لنا لو توكلتم على الله حق توكلي لن رزقكم كما يرزق الطائر فبقى عندنا نموذج اسمه نموذج الإنسان الطائر مش الإنسان اللي بيطير الإنسان الطائر هو إن الإنسان زي الطائر بالضبط وزيك العلماء قالوا إن العبد المؤمن يطير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء تعالوا نعلم أولادنا في رمضان السنة دي وتبقى دي حاجة اسمها طائر النور إيه طائر النور ده؟ طائر النور ده اللي احنا بنعلمه بنعلمه لأولادنا إن هم إزاي يعيشوا مع الله سبحانه وتعالى فيكونوا عباد فيكون رأس الطائر ده المحبة فنبتدي معهم إن احنا بنعلمهم المحبة عشان نفهم إن الحب هو الأساس أساس المعاملة مع الله قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم الله يبقى أول حاجة رأس رأس الطائر ده قلب الإنسان ده ورأس الطائر ده هو الحب إن احنا بنحب ربنا والجناحين بتاعه والخوف والرجاء تماو اللخوف هوا ما احنا كنا بنتكلم مع ربا قلوا لا 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 الخوف هنا مش الرعب من الله الخوف هنا مش يعني أننا بنخاف من المتربس بينا ولا العدو ولكن احنا بنخاف من حبيبنا يعني حتى وإحنا بنعمل الطاعة بنخاف بنخاف إنه إيه؟ مايرضاش عننا يبقى الخوف من الله معنى إيه؟ طلب رضاه فإحنا نترب رضاه سواء كنا طائعين أو حتى كنا عصا بنطلب رضا يعني بنخاف منه الجناح التاني جناح الرجاء إننا نرجو الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا ممن قبلهم ورضي عنهم وقربهم وأحبهم يبقى إيه اللي حاصل وهنا الرجاء إيه اللي حاصل الرجاء ده ملوش دعوة بالرسيب بتاعنا الرجاء ده ليه دعوة بجمال ربنا يعني إيه حتى لو هو مزنب يرجو الله قل يا عبادة الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتهم من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع يبقى أنا لا حتى لو كنت عاصي سأرجو الله ليه أرجو الله لأن رجائي في الله ليس لما لي عنده ولكن لأنه يعامني بما هو أهله يبقى أنا بارجو الله ليس لما لي عنده ولكن لأنه دائما يعامني بما هو أهله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ولزيك هيعملني بالساعة أما القدمين بتوع الطائر بقى يا سلامو احنا بنعلم أولادنا كده في أول الصيام الكمال ده كل وأقول لكم أنا أخدها كده في التلاتين ثانية أقول لكم إزاي نطبعها على الصيام والرجلين بقى الذكر والفكر يبقى قدم الذكر والفكر مع قدم والعمل الصالح قدم يبقى عندنا الذكر والفكر ده قدم والعمل الصالح قدم إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما جعلت هذا باطلا سبحانك يبقى إيه اللي حاصل يبقى هنا إيه اللي حاصل ده قدم الزكر والفكر والقدم التاني نعمل الصالح يبقى كده هو ده الطائر فنعمل مجلس نكلمهم عن هذا الطائر بهذه الأشياء الخامسة فالصيام يخليك ليه الصيام لأن ربنا سبحانه وتعالى بيخليك خالص لي فعشان كده رأس رأس الصيام المحب تبقى جناحه الخوف تسوم وانت بتطلب من ربنا انه يرضى عندك مش انك انت خايف انه ما يقبلكش لا انت عايزه يرضى عندك تبقى الرجاء بتطلب منه سبحانه وتعالى انه يقربك ويوسع عليك ويأنسك ويجعلك دائما في محبته فلا تخاف ولا تحزن تبقى الزكر والفكر تذكر الله سبحانه وتعالى علموا أولادكم انهما يبقى عندهم ذكر علموا أولادكم ولو في رمضان بس إذا ما صموش وإذا ما قموش الليل يقولوا الله يقولوا أستغفر الله العظيم يقولوا الحمد لله ولو خمسين مرة ولو عشر مرات مرة في الصبح ومرة بالليل ونعلمهم ده وداني حاجة العمل الصالح خليهم يعملوا عمل صالح ولأنه كل خلاص احنا عملنا الصالح كل ما تشوفني تتبسم فيتبسم يبقى احنا كده علمنا أولادنا الطائر كله آخر حاجة ممكن نعملها معهم نعلمهم من جوهر الدين هو الأخلاق والقيام ورمضان أكتر الأوقات اللي ممكن قلوبنا وقلوب أولادنا تكون مهيئة عشان نتعلم الأخلاق والقيام وعشان كده نعلمهم كل يوم يعملوا خلق جديد في رمضان ونعلمهم إن احنا ممكن نختار مع أولادنا ثلاث قيم من القيم ال 11 اللي احنا تكلمنا عنهم في الحلقات اللي وإحنا بنبني الإنسان ويكون لكل تلت من رمضان قيمة قيمة أساسية بنحاول نعلمها لهم فياخدوا قيمة مثلا في الأول خالص زي قيمة الرحمة في العشر الأوائل وقيمة المحبة وقيمة التعاون وبكده البت يتملي بالقيم وبعض الناس ياخدوا بقى قيمة الصدق وبعد كده ياخدوا قيمة 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 التسامح وكده فيبقى كده احنا قسمنا الكلام ده معارفناش قيم ناخد التلاث قيم اللي هو حضرة النبي أشار إليهم في رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره وعطقه من النار يبقى أوله إيه رحمة والتاني تسامح والتالت رجاء في الله سبحانه تعالى لن يجعلنا من أهل القرب وأهل المحبة كل ده هيخلي أولادنا ولبهم تتفتح وأنهم يعملوا من رمضان ساحة للأخلاق والقيم ورب لو كمان عادنا أعدا مع أولادنا نعود فيها ونتكلم عن جمال رمضان وإيه اللي احنا محتاجين نتعلمه في الشهر الكريم ده ونسمع أولادنا بيقولوا حاجات ونتكلم فيها ويبقى رمضان كمان مش رمضان بس ليه البطون ولكن يكون رمضان للقلوب وأولادنا يتعلموا أن رمضان هو شهر القرب من المحبوب وكمان هو الشهر الذي ندخل به على علام الغيوب يا رب اجعلنا ممن يساعدون أولادنا على أنهم يكونوا أقرب وأكثر نورا وأكثر ودا وأكثر بشرا وأكثر فرحة برمضان يا رب العالمين أكرمنا بأن نكون عونا لأولادنا على أن يكونوا مع الرحمن في شهر رمضان حتى يكونوا مع خير الإنسان صلى الله عليه وآله وسلم نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسراتكم ببركة ولكن بعد الفاصل